أنتوني بلينكين في الأراضي المحتلة للمرة الخامسة في غضون ثلاثة أشهر على وقع استمرار العدوان على قطاع غزة ضبط إيقاع الحرب وضمان عدم توسعها إقليمياً وإخراج إسرائيل من ورطتها الداخلية والخارجية إضافة إلى شكل إدارة قطاع غزة مستقبلاً هي أهم الملفات بالنسبة لواشنطن والتي سارع بها وزير خارجية أمريكا لحفظ ماء وجه حكومة نتنياهو التي تنزف عسكرياً واقتصادياً وحتى إعلامياً بلينكين استبق زيارته لإسرائيل بتصريح قال فيه إنه سيتحدث بشأن مستقبل الحملة العسكرية في غزة وشدد على أن تكون الضفة الغربية وغزة موحدتين تحت قيادة فلسطينية محذراً من أي تصعيد على الجبهة الشمالية المحاذية لجنوب لبنان ولدى وصوله استهل بلينكين مباحثاته مع مسؤولي الكيان بكيفية جعل الحرب على غزة حرباً منسية أو حرباً طويلة الأمد تبدأ بدخولها المرحلة الثالثة وهو ما يعطي الكيان مساحة أفضل لكي تقتل المزيد من الفلسطينيين مقابل إخراج مزيد من المحتجزين الصهاينة لدى المقاومة الفلسطينية في محاولة لتبييض صورة إدارة بايدن أمام المجتمع الأمريكي وفقاً لتسريبات صحفية بينما لن تقدم واشنطن الكثير للفلسطينيين باستثناء وعود لا قيمة لها يقول مراقبون تسريبات مطابقة لتصريح سابق لوزير دفاع الاحتلال يواف جالانت قال فيها إن قواته ستتحول مما سماها مرحلة المناورة المكثفة إلى أنواع مختلفة من العمليات الخاصة دون تحديد موعد البدء بتلك المرحلة أو أي تفاصيل عنها ويرجح خبراء فلسطينيون فشل بلينكين في تحقيق الأهداف التي يحملها خلال زيارته إلى إسرائيل بسبب عدم وجود تصور وتوافق بين واشنطن وتل أبيب على مرحلة ما بعد الحرب على قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر